عودة إلى اجتماع وزراء الخارجية ورؤساء هيئة الأركان في التحالف العربي ينضم إلينا مراسل الإخبارية من الرياض مشعل الفعي مرحبا بك مشعل مشعل ماذا لديك عن جد والأعمال الاجتماع وأبرز ما سيتم مناقشته أهلا ومرحبا بك والمشاهدين الكرام تحية طيبة لك لعل جد والأعمال سينطلق في تمام الساعة الواحدة بكريمة لوزير الخارجية السعودية عادل جبير إضافة إلى أن هناك إجازات مهمة تنطلق على ثلاث محاول إجازات سياسية وإجازات عسكرية إضافة إلى الإجاز النهائي والإجاز الإنساني الإجاز العسكري سيشتمل على القوات المشتركة لعمليات إعادة الأمل والجانب الإنساني بقيادة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وأبرز الفرص الاستثماري أو أبرز الفرص في هذا الجانب وأبرز التحديات له ولعل هذا الاجتماع سينطلق في تمام الساعة الواحدة بجد والأعمال واضح من تمام الساعة الواحدة كما تحدث لعادل جبير وزير الخارجية السعودي بعد ذلك سيكون هناك اجتماع مغلق لوزراء الخارجية ورؤساهية الأركان العامة رؤساهية الأركان العامة لدول العضاء في التحالف والشرعية في اليمن ولعل بالحديث عن ذلك سيكون هناك في تمام الساعة الخامسة أو الساعة الخامسة عصرا هناك مؤتمر صحفي وبيان بعد هذا الاجتماع ولعل بالحديث أيضا على هذا المؤتمر هناك أهداف عدة تتطرق لها الجانب السياسي الجانب السياسي كان هناك سيتحدث عن دعمها لقوات دعمها للمصالح المشتركة أو الحوار الوطني إضافة إلى قرار الأمم 22-16 ويضا سيدعمها بشكل كبير وفي الجانب الآخر هناك حديث عن الجوانب الإنسانية بقيادة مركز الملك سلمان وأبرز الفرص الإنسانية وأبرز التحديات التي سيواجهها ضد الانقلابيين حتى تصل هذه المساعدات إلى أكبر عدد ممكن من شعب اليمني الشقيق نعم مراسل الإخبارية من الرياض مشحن الفاعي شكرا جزيلا لك